نتوقف معاكم دايما عند العواصم عواصم أوروبا كلها الحقيقة تضربها هذه الأزمة وأزمة تضخم كبيرة جدا اليوم إحنا يمكن تابعنا منذ ساعات اليوم استقالة رئيسة وزراء بريطانيا اللي تقدمت باستقالتها بعد الستة أسابيع 44 يوم من ولايتها وحتعتبر هي أصغر وقت تقلدته رئيسة وزراء في بريطانيا أسعار الغذاء والمواد الغذائية خليني أقف عندكم كده وإحنا بنتابع هذا التضخم كانت أكبر عامل ساهم في التضخم في بريطانيا وارتفعت لـ 14.6% على أساس سنوي الرقم الحقيقي كبير بالنسبة لبريطانيا اللي لم تشهد هذا التضخم منذ 40 عام رويترز قالت أنه في زيادة في معدل التضخم في بريطانيا بنسبة 10% لشهر سبتمبر يعني الشهر الماضي فقط طبعا شتاء قاسي كمان في انتظار كل أوروبا لكن خلينا مثلا نروح لفرنسا بعد أزمة نقص الوقود في بريس هتلاقي أنه عدد من المشاهد موجود في بريس تبور من الانتظار لأمام طبعا محطات البنزين لأن هناك أزمة طاقة كبيرة توجيهها فرنسا منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وبتصل الذروة بتاعتها ومشاهد التوابير زي ما انتم حتشوفوها في الصورة أمام محطات الوقود طويلة جدا ترجمة نانسي قنقر